قم عبد الله تقول عندها منزلان استاجرت منزل في الرياض وأيضا منزل في القصيم وتذهب هي مستقرة في الرياض وتذهب في الإجازات إلى القصيم سؤالها إذا ذهبت هناك هل تترخص بالرخص الصفر الأصل أنها مقيمة في الرياض و ذهابها إلى القصيم تعد فيه مسافرة فإن كانت ستبقى أربعة أيام فأقل فإن لها أن تترخص برخص السفر وإن كانت ستبقى أكثر من أربعة أيام فالأحوط لها أن تتم وأن لا تترخص برخص السفر ومن المعلوم أن العلماء قد اخترفوا في تحديد المدة متى يعد الإنسان مسافر كم المدة منهم من أوصل ذلك إلى تسعة عشر يوما أو إلى خمسة عشر يوما أو إلى عشرة أيام ومنهم من ربط ذلك بالعرف ومنهم من حدد ذلك بما زاد على أربعة أيام متى يعد الإنسان مقيما في بلدين هذا يرجع إلى نظرته إلى نفسه فأحيانا بعض الأشخاص يكون مقيم في مكان ولكنه يذهب ويعمل في مكان آخر فهو في هذه الحالة مقيم في البلد التي يعمل فيها ومقيم في البلد التي سكنه فيها ومستمر فيها مهند سآل طفحت